لليوم الثالث على التوالي استمرت المسيرات والتظاهرات في العديد من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة وذلك احتجاجا على مقتل رجلين من أصول إفريقية برصاص الشرطة حيث نزل المئات إلى الشوارع في نيويورك رافعين لافتات كتب عليها عبارات من مثل من التالي ولا تطلق النار واحذر العنصرية وفي مينيابوليس في ولاية مينيسوتا وقعت مناوشات أدت إلى حملة من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بعد أن أغلقوا بعض الطرقات ما دفع الشرطة إلى استخدام القنابل الدخانية لتفريق المسيرة لدي ابن عمره 12 عاما وهو يبدو أكبر من عمره الحقيقي ما قد يجعله عرضة لأن يطلق النار عليه إذا تواجد في المكان الخطأ أو الزمان الخطأ أو قال ما لا يجب قوله وقد أحضرته إلى هنا ليرى مدى تفاعل الناس إن الكثيرين من الأمريكيين من أصول إفريقية يتم قتلهم وهذا يجب أن يتوقف أما في مدينة سانت بول فقد استضم المتظاهرون مع عناصر الشرطة ما أدى لإصابة ثلاثة ضباط بجروح جراء تعرضهم للضرب بزجاجة من ناحية وللقثف بألعاب نارية من ناحية ثانية وشهدت مسيرة في باتون روج مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء حيث حمل بعضهم البنادق وقد أجرت الشرطة عددا من الاتقالات كان من بينها اعتقال ديري ماكسن وهو أحد قيادي حركة أرواح السود مهمة وفي السياق نفسه أعلنت شرطة مدينة دالس انتهاء حالة التأهب في مقرها العام وذلك بعد تلقيها تهديدا ضد عناصرها في سائر أنحاء المدينة من قبل مجهول ما دفعها لاتخاذ سلسلة إجراءات احترازية من بينها أعلان حالة التأهب وذلك لتعزيز أمن عناصرها كما نفت شرطة مدينة دالس في تغريدة لها على تويتر إغلاق مقرها العام وكان قد قتل خمسة من عناصر شرطة دالس في وقت سابق وأصيب سبعة آخرون في عملية إطلاق نار جرت قبل يومين كما جرت أيضا احتجاجات مشابهة في ناشفل متسببة بإغلاق طريق سريع لفترة وجيزة تظاهرات الأيام الثلاثة الماضية ليست الأولى من نوعها فقد سبقوا أن اندلعت توترات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد في عام 2014 في عقب مقتل مايكل براون وهو مراهق من أصول إفريقية على يد ضابط الشرطة في فيرغسون بولاية ميزوري